ما يعد الاقتصاد الكويتي أحد أهم وأكبر الاقتصادات في المنطقة وذلك لما تملكه الكويت من مقومات وعوامل بارزة ساعدت على تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر لسيما بعد سعي البرامج التحفيزية إلى تنويع صناعات غير التقليدية تواصل الكويت في العمل نحو تنويع الصادرات وزيادتها من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية مع القارات الأوروبية والأفريقية وكذلك الأمريكيتين في ظل تعافي تنويع النشاط الاقتصادي في البلاد نتيجة البرامج التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الوضع الاقتصادي من بعد كورونا من قبل كورونا كان هناك مشاكل ولكن كورونا عمقت هذه المشاكل والآن في النظرية الاقتصادية لاقتصاد الكلية واقتصاد الدول دائما يكون عندك في مثل أوضاع حالية الحالية التي هي تضخم عالي ونقول عدم قدرة السياسة النقدية التي هي سعر الفائدة والكاش على تسيير الاقتصاد عادة يكون عندك أنت حل من اثنين نسميها الهزة الخارجية للاقتصاد الهزة الخارجية قد تكون مفتعلة وقد تكون طبيعية مثلا كارثة طبيعية كورونا وتسعى الدولة إلى تبني نهجا متطورا لدعم الاقتصاد الكويتي والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وعدم الاعتماد على الصناعات التقليدية بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 الوحدة الاقتصادية هي أحد الأفكار المطروحة منذ فترة للتحسين التشريعات الموجودة في الإطار الاقتصادي الخطوة التي قام فيها سمو رئيس مجسوزراء خطوة محمودة للأمام مفهومنا الشامل ونظرتنا الأساسية على مفهوم الاقتصاد لكن أيضا الاقتصاد متشعب ويدخل في الأمور الحياتية الأخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها وجودة هذه الأمور وزيادة جودتها سيضفي على الاقتصاد أيضا ويلقي بضلالة على الاقتصاد فهذه الوحدة هي خطوة جيدة ولكن نتمنى أن يكون هناك تشريعات على أساسها ممكن أن تفيد الوطن والمواطن وخلال الفترة منذ 2004 وحتى السنة المالية 2022-2023 ارتفعت قيمة الموازنة السنوية بمعدلات ملحوظة وهي تبلغ الآن ما يزيد على 22 مليار دينار وتصل الإرادات من النفط إلى نسبة تقارب التسعين في المئة حيث أن الإرادات غير النفطية لا تزال متواضعة وتتمثل في الرسوم على الخدمات والجمارك نوع الشراكي تبزون دولة الكويت